موسيقى نصدفان بدي رحب بكل سماع برفاقنا إن كان مباشرة على الهوى على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني وباقي المنصات يلي عم نطلق عبرها برنامج كل يوم بيومه رغم برودة التأس والعواصف اللي عم تصير بعدة نواحي على الكرة الأرضية رح يحاول يعمل شوية حرارة حرارة أمل بالمستجدات يلي عم نعيشها رغم أنه الظروف عم تفرض حالة وتكون من أساوي إلى أساوي أكتر رح نكون باتصال عبر سكايب مع ضيفنا خالد زين الدين رئيس تحرير الجريد الأوروبية العربية الدولية من بولندا أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد مساء الخير يعطيك العاف شكرا لك أستاذ خالد بدي يبلش شوي بالموضوع اللبناني يعني نحن في لبنان عم نشوف حركة الزيارات الدبلوماسيين عديدة من عدة دول برحة غادرنا حوكشتاين وموعودين يجي لعنا الموفد الفرنسي بيناتهم موفد ألماني وغيره وغيره هل مهتمين دول العالم والمجتمع الدولي بلبنان من ناحية الاستقرار أو من ناحية حاجة ما لقلهم بالمنطقة؟ لم يعد أحد مهتم بلبنان وفي الوضع الداخل اللبناني وكل ما نراه من تصريحات على وسائل الإعلام المحلية أو العربية أو الدولية كلها هي خطابات رنانة لا قيمة لها على أرض الواقع كل ما يحتاجونهم للبنان هي وفقا لمصالحهم وفقا للمصالح إسرائيل وحمايتها وحماية الحدود وأيضا وضع قوة دولية لردع حزب الله عن الحدود اللبنانية ولردع كل أي قوة مسلحة تفكر في الاعتداء على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو على الجنود الإسرائيليون أو على المستوطنون الإسرائيليون كل ما نراه من حركات دبلوماسية ووفود وزيرات وغيرها كلها تصد في مصلحة الطرف الآخر ولا أحد يهتم في لبنان ولا أحد أصلا اليوم يسأل عن لبنان ولا أحد له مصلحة في الاستقرار اللبناني إن كان استقرارا على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره المصلحة هي وفقا لما يتطلبه المشروع من الطرف الآخر وفقا لما يتطلبه مصلحة قيام دولة إسرائيل وعمل إسرائيل واقتصاد إسرائيل وعمل مستوطنات الإسرائيلية وعمل نعم هذه مصلحة للطرف الآخر ولا مصلحة لهم في استقرار لبنان كما ذكرنا بالساعات الماضية السيس خالد تم تسريب أنه هوكشتاين كان يحمل شيء ما للبنان بينما بالزيارة وخلال الزيارة ما نحكي عنها قيل أنه بده يعطي عدة أمطار للبنانيين محل النزاع والنقاط النزاع مقابل تخلي لبنان عن نقطة بي وان هل هذا الموضوع جدي وهل هذا الموضوع قابل للنقاش أو بعد بكير ينحكي عن أي شيء اليوم لا نستطيع أن نتحدث بأي مفاوضات وخاصة بعدما خسر لبنان فعليا في المفاوضات الأخيرة من خلال ترسيم الحدود اليوم في ظل الصراع في فلسطين وفي ظل الحرب على غزة وفي ظل التوترات في البحر الأحمر وفي ظل التوترات على الجبهة الشمالية لا يمكن لهوكشتاين ولغيره اليوم أن يأتي بمشروع لترسيم الحدود البحرية أو أيضا ترسيم حدود أخرى أو التخلي عن نقاط مقابل نقاط أو مشروع مقابل آخر كل ما يريده كل ما أراده هوكشتاين سابقا قد حصل عليه لا للأسف لقد خسرنا سروة كبيرة من خلال ترسيم الحدود البحرية وخسرنا أيضا أموال طائلة كانت يجب أن تعود على الخزينة اللبنانية ليستفيد منها اللبناني ويستفيد منها في بناء الدولة وفي إعادة مشروع بناء الدولة المدنية ومواجهة الانهيار المالي والاقتصادي واستقدامها في دعم الوزرات وفي دعم المشاريع وفي دعم البنى التحتية وأيضا في إعادة تأهيل المستشفيات والمؤسسات التربوية وغيرها نعم خسرنا كثير من خلال ترسيم الحدود وأيضا حتى بعد ترسيم الحدود لم يفي الأمريكي بتعهده وبوعوده بتسهيل الجانب اللبناني في التنقيب عن النفط وفي التنقيب عن ما اعترف فيه أيضا الأمريكي من خلال ترسيم الحدود وهو من حق الشعب اللبناني والعرقلت أيضا لأسباب كلنا نعرفها لمصلحة إسرائيل القومية والاقتصادية وغيرها نعم اليوم لا نستطيع أن نرسل حدود أو نتفاوض على مشروع آخر في ظل التوترات في المنطقة وفي ظل الحروب وفي ظل المعارك وفي ظل أيضا المستقبل المجهول الذي ينتظر لبنان والشعب اللبناني كاملا نعم بالتالي هذا الموضوع وهم أو تضيع وقت أو دست نبض أو شو صار بالساعات الماضية لا نعلم حتى الآن لا يوجد تسريبات فعلية لما دار في تلك المفاوضات ولكن كل ما نراه اليوم لا تستطيع اليوم الحكومة اللبنانية أن تتخذ أي إجراء أو أي خطوة فيما يتعلق في قضايا لبنان القضايا الوجودية فيما يتعلق في ترسيم الحدود وإن كان حدودا بحرية أو برية أو غيرها كل اليوم المنطقة تشتعل والشبهة الشمالية تشتعل ولبنان قادم على أيام سوداء في المستقبل القريب فهل تستطيع الحكومة اللبنانية اليوم أن تذهب في مفاوضات إلى أبعد ما تتصور وأبعد ما تستطيع أن تتحمله من نتائج عكسية ترتد على لبنان وعلى الوضع اللبناني في ظل الظروف التي يمر بها لبنان الظروف الحالية التي أدت إلى انهيار لبنان في كافة طاعته المالية والاتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية وغيرها لا نستطيع اليوم أن نخوض عيد الفوضات كل ذلك مضيعة للوقت الاستقرار أولا على الشبهة الشمالية الاستقرار في الداخل الفلسطيني ثم من بعد ذلك نأتي إلى انتخاب رئيج جمهورية لبنانية وإلى تشكيل حكومة تحمل كافة الصلاحيات وليست حكومة مستقيلة وحكومة تصريف أعمال تعمل على ترسيم الحدود ما تبقى من الحدود استبقى لنا من الحدود إذ لم يتخلوا عنها كلها الحدود البحرية وسيتخلون أيضا عن الحدود البرية لمصالحهم الشخصية ولضغوطات يتعرضون عليها يتعرضون لها ضغوطات إقليمية ودولية لصالح الطرف الآخر استاذ خالد حضرتك بسياق الحديث لبنان آتي على أيام السوداء قريبا شو المقصود بالأيام السوداء اليوم لا حكومة في لبنان ولا أمن ولا أمان ولا استقرار ولا سياسات نقضية المصارف منهارة والإدارات منهارة وتتفكك القدرات المالية تتسرب يعتاش لبنان اليوم يترفس لبنان على جرعات المساعدات للأسف نحن الشعب اللبناني من أوصل لبنان إلى ما هو عليه عندما اخترنا من يحكمنا في لبنان حتى الآن من عام 1992 منذ سقوط حكومة الرئيس رشيد كرامي عندما وصل الدولار إلى 3000 ليرة ثم عادت حكومة الرئيس رفيق الحريري وعادت الدولار إلى 1500 ليرة ولكن لم يرافقها منذ تلك الحقبة أي سياسات نقضية تعالج الأزمة الحقيقية في لبنان كان الدولار على 3000 صار على 1500 بحكومة الرئيس رفيق الحريري بعدين في الأسعار والمنتجات وكل البضائع ضلت على 3000 يعني نحن سبتنا سعر صرف الليرة سعر وهمي وأجر ياض سلامي تآمر على لبنان هو كان مسؤول عن السياسة والنقضية اللبنانية ما عدم أي خطة لتنقذ لبنان ما عدم أي خطة لتساعد الوضع اللبناني على الاستقرار بل ضل باستمر بدعم وتسبيت صعر صرف الليرة على 1500 لحتى استنزف الاقتصاد اللبناني واستنزف قدرات الدولة اللبنانية المالية لما وصلنا إليه اليوم نحن لا عنا كهرباء ولا عنا ماء ولا عنا أمن ولا عنا أمان ولا عنا استقرار باستثناء المؤسسة العسكرية رغم ما تواجهه من مصاعب ورغم ما تواجهه من أزمات من عناصر وضباط ومن أزمات اقتصادية وغيرها وكمان هن عندهم عائلاتهم عندهم واجباتهم اتجاهها عم يحاول العسكر يشتغل ليل نهار ليحافظ على عمل واستقرار لبنان وعم يحاول أيضا ليوازي بين واجبه الوطني واجبه العائلي والاجتماعي اليوم نحن المستشفيات الخاصة نهب المستشفيات الحكومة ضمن القطاع الخاص في دولة في العالم أنه بيروح المواطني بيروح موظف الدولة بيتحكم بالمستشفيات الخاصة على حساب الدولة في دولة بالعالم بيروح بيتعلم ابن الموظف بالمؤسسة الرسمية وابن المدرس وابن المدرس للمدرسة والجامعة بين جامعات الخاصة وخارج لبنان على حساب الحكومة اللبنانية في دولة بالعالم تقفل مصانع الأدوية وتحارب تصنيع الأدوية لحتى تجيب كارترات أدوية من برا تدعمها وتقدم لها دعم لتعمل أموال وسروات على حساب الصناعات الدوائية والغزائية وغيرها اللبنانية اليوم دمروا اليوم تغطى الفساد تغطى بالطائفية نحن لبنان دولة حلوة بالتنوع الطائفي ولكن استغلوا هذا التنوع الطائفي لدخلوا بالدولة اللبنانية وتحصصوها وتقاصموها في دولة في العالم اليوم في المدارس المهنية في التعليم المهني لكل خمس طلاب استاذ الياباني اللي أكثر تقدما بالعالم والصين اليوم اللي دولة صناعية والهند دولة صناعية وأمريكا دولة صناعية ما وصل لهذا العدد لكل خمس طلاب استاذ اليوم الوظائف الطائفية والمراكز الطائفية والوظائف الغير منتجة أوصلت لبنان إلى أيام سودة ونحن رايحين لأيام سودة أكتر دولة منهارة ما عنا مال ما عنا اقتصاد ما عنا غزاء 85% من أغزيتنا من الثورة من الخارج وما عنا دولار فرج دولار اللي بيقولوا المصرف المركز اليوم على شفير الإنهيار فعلي نحن راكدين على صندوق النقد الدولي لنستدين 10 مليار دولار ونحن عنا بلبنان قطاعات إذا أحياناها وجدنانا سياسات فعلية وشفافة ونكون وطنيين ومخلصين لهذه السياسات بتنتج أكتر من مليار ومليارين وعشر مليارات بالسنة ولكن اليوم قلتلك وذكرت سابقا أنه نحن رايحين لأيام سودة رغم اللي عم نواجهه باللبنان رغم المشاكل رغم الأزمات رغم التخبط ما في سياسة إصلاحية الحكومة ما بتقدر تعمل شيء مكبلة داخليا ومحاطة خارجيا مؤامرات داخلية ومؤامرات خارجية وطواطئ داخلي على الشعب اللبناني وعلى لبنان لحساب مين كله هيدا؟ كلنا بنعرف لحساب مين؟ ما بدون دولة نحن اليوم في دولة في لبنان بدأ ننطر ليجي الوافد من عبر المحيطات والبحار ليحللنا مشكلتنا مشكلة اللاجئين السوريين مع سوريا أجار ليش ما بتطلع الحكومة اللبنانية بوافد فعلا نحن منا عم بدافع عن سوريا ما عم بقول يروحه بس عم بقول هيدا مسألة أمن قومي أن نروح على سوريا نحل مسألة اللاجئين نعيدهم مين ما عم بيخلي اللاجئين؟ في دولة بالعالم فيها 2 مليون لاجئ ما عندهم الداتا ما عندهم مين دخل عم بيطلبوها من المنظمة اللاجئين شو عم بتعمل البلديات؟ شو عم بتعمل وزارة الداخلية؟ شو عم بتعمل الوزارات؟ وين القضاء المالي؟ وين مدعى العام المالي بقضايا الفساد؟ فلذلك من هيدا المنطلق عم بقولك نحن رايحين لأيام سوداء وللأسف الشديد ما في أمل بلبنان حتى يتغير كل من هم بلبنان وكل من حكرم لبنان لأنه عم بتتغير الحكومات عم بتتغير الوجوه لكن النهج واحد الإصرار واحد العزيمة وحدة على تدمير لبنان وعلى انهيار المؤسسات وعلى سرقتها ونحبة واستغلال كل واحد لحزبه ولطائفته ولجماعته نحن للأسف من هيدا المنطلق ومن معطيات خارجية أيضا وإقليمية بقولك رايحين لأيام سوداء أكتر رايحين لأيام أكتر سواد وضبابية وإن شاء الله يبقى لبنان كما مثل ما منعرفه لبنان التنوع ولبنان الثقافة ولبنان الحضارة ولبنان مثل كان نتغنى نقول سويسرا الشرق للأسف كله هيدا انتهى هيدا بلدنا عم بيحكي نحن اليوم من حرقة قلبنا عم نحكي وحزين انه عم بيحكي هيدا الشي وإن شاء الله يكون مخطئ ولكن الواقع هيدا بيقول انه لبنان لم يعد كما كان بفضل المؤامرات الخارجية والطواطؤ الداخلي من كل من أتى وحكم لبنان واستلم كرسي بلبنان لحد اليوم عم تقول استاذ خالد حضرتك بس تشير للمستمعين انه حضرتك عم تحكينا بهيدا اللحظات من بولندا ويمكن الواحد وقت يكون عم بعد بيقشع وبكون الرؤية أوضح لأله عم تفش خلقك بوجع اللبنانيين لأنك يمكن عم تسمع وجعنا وعم تحس بهذا الوجع حضرتك عم تقول المؤامرات الخارجية والطواطؤ الداخلي مع أنه نحن نشوف أنه يعني بعض السياسيين أو الأطراف أو اللبنان الرسمي يتعاطى مع الخارج كأنه منقذ وليس كأنه متآمر على البلد شو أنقذوا باللبنان؟ شو قدموا لللبنان؟ هل حاسبوا كل من سرق باللبنان؟ هل إجل الاجتماع الدولي أو الدول الخارجية اللي منعتبرها منقذ؟ أو الحكومات الغربية اللي منتدعي الديموقراطية؟ إجت حاكمة المسؤولين اللبنانيين على الفساد حاكمتهم لمن وصل لبنان لهون أصدرت أخذتهم على المحاكم استدعتهم إلا شفنا فقط تحركت فرنسا لاعتقال الرياضة السلامة لأسباب سياسية وليست أسباب لدعم الشعب اللبناني بمشروعه بمحاربة الفساد طيب عام الشعب استاذ خالد ممكن تعيد الفكرة لأنه في صورة في 2017 صورة مين أفشل هيدا؟ بالإضافة إلى مقومات داخلية أفشلت أحلم اللبنانيين ببناء دولة مدنية وين التحية بانفجار المرفع؟ وين المجتمع الدولي اللي عطانا صور الأقمار الاصطناعي وساعدنا وسندنا بالقضاء لحتى نشوف مين عمل بمرفع بيروت هيك ودمره ولو صالح مين؟ ما فيه هاي كلها مؤامرات وكلها معرفة اللي صالح مين استاذ خالد فيه شوية تقطيش مشكلة انترنت هيدا من المشاكل في لبنان في دولة محيطة بالدعم في محيطة بإسرائيل واحد اثنين بالإضافة نحن سامعك معك سامعتيني بسمعكم بسمعك للأسف الشديد ما فيه منقز للبنان المنقز الوحيد للبنان هو الشعب اللبناني بإنه يختار فعلا مسؤولين في دولة بالعالم بيجي مسؤول أو مدير عامي بيشتكي على وزير أنه مخالف للقوانين يوقف المدير العام عن عمل وبيبقى الوزير عبي خالف القوانين وين مجلس الشورى الدولي وين القضاء وين المجلس السوري وين رئاس الحكومة وين السلطة القضائية نتقل له هرصت شي في قرد العمانة نصب أموال الشعب اللبناني أخذ ذهبهم كراهينة عنده لحتى وفوا القروض بعد ما وفوا القروض ما عد أطاهم ذهبهم أنا حكيت مع المدائي العام المالي مرتين بهذا الموضوع وأرسلت له موفا ليش لحد دلق ما تحركوا وين أموال الناس وين ذهب الناس وين تعب الناس وين شاء الناس ما في دولة نحنا عصابات متحكمة بلبنان ما في دولة الدولة هي بتقوم إنه الشعب اللبناني يغير فعليا ما بدنا نقوم الثورة عادي اللي قاموا فيها خلينا على فيه الناس قاموا باللبنان فيه 2017 بثورة بيقاموا باللبنان باللبنان الديمقراطية والعدالة والمؤسسات والزام ولكن دخلت الأحزاب فيها لحتى أفشرت له نية وإجاب ضغط الخارجي والدعم الخارجي للأحزاب أفشل كل شيء وأفشل طموحات الشعب اللبناني ببناء دولة النوع تبني دولة بالإضافة إنه بالداخل هن متحكمين فيك وكمشين الأمن والسلطة والقضاء وكل واحد بيخلفهم بيرقبولوا ملف هيدا دولتنا اليوم هيدا لبنان هيدا لبنان اليوم السيد خالد سؤالي الأخير لأيلك إذا بتسمح اليوم عابين حكى إنه ما بعد غزة المنطقة كيف رح يكون شكلها ويقال إنه عاب يتحضر طولات للتسوية ومن ضمن هذه الطولات يعني ما يحكى بسويسرا بالتحديد ما بعف أدي دقيق هذا الكلام لبنان رح يكون على هذه الطولة مشان هيك اليوم الموفد الفرنسي جاي قبل آخر الشهر رح يكون فيه رئيس رمهورية ويقعد على الطولة أو مش ضروري لبنان يقعد على الطولة اللبنان بيتلقى التسوية وبينفذ بس إذا ما صار فيه استقرار بالشرق الأوسط ما حيكون فيه استقرار بالبنان كله هيدا كلام إذا ما صار فيه استقرار في سوريا ما حيكون فيه استقرار في لبنان لأنه كله مرتبط ببعضه اليوم ما فينا نحدد شو المرحلة القادمة لأنه حرب غزة لم تنتهي والمؤامرة كبيرة على غزة وعلى الفلسطينيين للأسف فيه فيه غطاء دولي فيه مؤامرة كبيرة وللأسف الشديد نحن نشهد آخر فصول القضية الفلسطينية للأسف الشديد نحن نشهد آخر فصول القضية الفلسطينية ثم القضية العربية اليوم فيه مشروع في المنطقة أمريكا بتفرضه إن لم يكن بالتي هي أحسن بل بالقوة والغواصة الأمريكية وحاملة الطائرات والجيوش وهي الحشود ما إجت ببلاش على المنطقة فالتسوية بالمنطقة وفقا للمصلحة الأمريكية وللأمن القومي الأمريكية ووفقا للمصالح الإسرائيلية في المنطقة فاليوم لبنان للأسف الشديد ما زال بعيد عن التسوية ما في استقرار بلبنان نحن الوحيدين تكاتفنا ووحدتنا وإيماننا بلبنان وإيماننا بالوحدة وبالعيش المشترق وبالقضاء وبالأمن وبالأمان وكلنا نلتف حول المؤسسة العسكرية لحتى نمرأ هالمرحلة الصعبة ثم نختار من يمثل لبنان فعليا ساعة بيروح لبنان للاستقرار وإلا لن يقوم فيه الدول الغربية اليوم ما نفاضي للبنان عندها ملفات أكبر من هاي أمريكا عندها ملف الصين عندها ملف تايوان عندها ملف روسيا عندها ملف أوكرانيا عندها ملف أزربيجان عندها ملف أرمينيا عندها ملف إسرائيل اليوم ما نفاضيين للبنان وأكبر دليل على البنان تركين لبنان ينهار ما حدا نسائل عنه إلا بعض المفاضين يجوا لرسائل معينة فقط لغير للأسف هذه هي الحقيقة كلمة أخيرة منك أستاذ خالد بأول مدخلة لك عبر صودفان وإن شاء الله مرة المقبلة تكون باللبنان ونربحك بالستوديو إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ببرنامج كون ونتمنى الاستقرار لبنان مع سنة 2024 تكون فعلا سنة المحبة والتوافق والوحدة ونبز الخلافات بين اللبنانيين لأنه ما في شي بيجمعنا إذا فرعنا لبنان وانتهى لبنان ما في شي بيجمعنا ولبنان غالي علينا كلنا ولازم نحط الأولويات الوطنية فوق كل الاعتبار فوق الطائفية والعائلية والعشائرية والمناطقية وغيرها لبنان ثم لبنان ثم لبنان والمؤسسة العسكرية هاودين إذا خسرناهم خسرنا هويتنا وانتمائنا ووطننا وخسرنا وجودنا أيضا شكرا لك أستاذ خالد زين الدين من بولندا رئيس تحرير الجريدة الأوروبية العربية الدولية فاصل موسيقى وبعدما انتبع ما تبقى من لقائنا عبر سولفان وضمن برنامجك اليوم بيومه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة